موسيقى لأبراج الكويت مكانة خاصة في قلوب الكويتيين فهي انعكاس لنهضة البلاد من جهة وتحمل تراث البلاد من جهة أخرى وتحولت الأبراج إلى معلم سياحي يقصده الكويتيون والزوار من مختلف أنحاء العالم مرسلنا في الكويت حسن الأحمدي يأخذنا في هذه الجولة حول هذه الأبراج هذا الشاطئ يداعب أمواج الخليج العربي وهذه هي أبراج الكويت إنها ليست مجرد بنايات صمع بل تروي قصة المكان والزمان في رحلة بدأت في سبعينيات القرن الماضي بعد اكتشاف النفط بدت فكرة بإنشاء خزانات ماء لوزارة الكهرباء وتطورت الفكرة إلى أن قدم المرحوم شيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الراحل بإنشاء أبراج تحكي التراث الكويتي هي ثلاث أبراج رئيسية البرج الأول الرئيسي وهو على شكل المبخر البرج الأخير وهو البرج على شكل المكحلة أحب أرجع على البرج اللي قبل هذا هو برج بشكل المرح التصميم الخارجي لأبراج الكويت يحاكي التكنولوجيا متمثلة بالكرة الأرضية وصاروخا من النوع الذي ينطلق نحو الفضاء إضافة إلى التراث الإسلامي من حيث شكل المنارة وقبة المسجد هذه المميزات أهلتها عام 1980 للفوز بجائزة الآغاخان للعمارة الإسلامية لحقت بالأبراج أضرار جسيمة أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990 لكنها سرعان ما استعادت بريقها بعد ترميمها طبعا حصل تدمير وأضرار متعددة للأبراج خلال فترة الغزو من الداخل والخارج ولكن الحمد لله تمكنت شركة المشروعات السياحية من إعادة التأهيل والترميم اللازم لإعادة افتتاحها وتم افتتاحها بـ 26 ديسمبر 1992 مضى واحد وأربعون عاما على بنائها ولا زالت أبراج الكويت تؤكد أنها صرح معماري مستقل بذاته وليس فقط جزءا من شبكة المياه بالرغم من التطور العمراني والأحداث التاريخية التي مرت بها الكويت لم تعد أبراج الكويت مقصدا سياحيا فقط بل أصبحت رمزا ويقونة عالمية للبلاد حسن الأحمد يسكينوز عربية الكويت